من المتوقع أن يتيح تأجيل جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية مساحة إضافية للكتل الكردية من أجل ترتيب أوراقها وكدى تعزيز الحوارات بينها بهذا في التواصل إلى حلول مشتركة قد ينتج عنها أقول اتفاق على مرشح كردي واحد لمنصب رئيس الجمهورية وذكرت مصادر نيابية أن تطورات المشهد السياسي الأخيرة ستدفع الكرد باتجاه التوافق على مرشح مشترك على الرغم من تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بمرشحه هوشار زيباري فيما رجح نواب آخرون أن البارتي سينتظر بث المحكمة الاتحادية في القضية المرفوعة ضد مرشحه هوشار زيباري قبل أن يباشر بأي حوارات مع الاتحاد الوطني الكردستاني